أيها الإخوة إنما يتقون عليه الآن الآيات الكونية التي تحدث في البشر ويقولونه إن مدنا ما ستغرق على مدار عدة سنوات مدن ستزول ويمحى أثره ترون من الفعال لما يريد من الذي يفعل ما يريد إنه الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون أرجع فأقول إن الكواكب مسخرة لن يسقط كوكب على الأرض إلا بإذن الله يقول بعضهم إن كوكبا ما في طريقه إلى الأرض وإذا تتم بها ستدمر ونحن نقول إن الله قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزوله ويقول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فلن يسقط نجم على الأرض إلا بإذن الله ولن يتوقف إلا بإذن الله ولن يتفكك ماء المحيط المتجمد إلا بإذن الله ولن يتجمد إلا بإذن الله ولن تهب ريح إلا بإذن الله ولن تسكن ريح إلا بإذن الله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون فكل الأحداث التي تحدث في هذه الحياة الدنيا لا تحدث خبط عشواء إنما تحدث بإذن الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى ولماذا تحدث هذه الأحداث؟ لماذا يتفكك المحيط المتجمد الشمالي أو الجنوبي ولماذا يأتي البرد الشديد القارس الذي يحرق النباتات من شدته لماذا يأتي البرد الشديد القارس فيصيب الناس بالأمراض وبالأوجاع ولماذا تتصلت هذه الأمراض لماذا هذه العواصف الترابية التي تؤذي كثيرا من الخلق وتسبب في وفيات لماذا الأمراض العاتية التي لن يستطيع أحد دفعها إلا بإذن الله لماذا كل هذا تعليل هذا في كتاب الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتْضَّرَّعُونَ قال تعالى أيضا في شأن قوم فرعون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات أي بسنوات الشدة والمجاعات ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا في الآيات الأخر كل هذا لإرجاع الناس إلى ربهم